السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين عن التكنولوجيا وفائدة في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح عملية حساب تكلفة السفر من وإلى العمل وإضافتها إلى الدكتراخون في البداية نقوم بالضغط على الرابط الموجود أسفل الفيديو هذا هو الرابط سوف أقوم بنسخ هذا الرابط وكتابته تحت الفيديو بالضغط على هذا الرابط تظهر لهذه الصفحة أفدراك فور ريسورتل أوك فرون أربيتت إذن مساعدة الذهاب إلى العمل عندي ثلاث خيارات إما استخدام السيارة الخاصة أو الموتورسيكل أو الموبيت بيل أو وسائل النقلة العام أو هناك وسائل أخرى للذهاب والعودة من العمل سوف أقوم بحساب هذه العملية للسيارة الخاصة نضغط على هذه الصورة ثم نضغط على بإراكنا دي تريس أوف دراك تظهر لهذه الصفحة في البداية نختار السيارة أو الموتورسيكل الطريقة التي نذهب فيها إلى العمل إذا كان سيارة خاصة تعمل على البنزين أو سيارة تعمل على الديزل أو موبيت أو غيرها سوف أقوم باختيار السيارة خاصة ثم نقوم بكتابة المسافة إلى العمل بالكيلو متر ثم نذهب والإيادة حيث تكلفة لكل ميل التكلفة لكل ميل 18.5 كرون الميل هو 10 كيلو متر ثم نضغط نستة هنا سؤالان يجب الإجابة عليهما وهناك ثلاثة خيار لكل سؤال السؤال الأول إذا كان هناك وسائط نقل عام السؤال الثاني إذا كنت تستخدم السيارة في الوظيفة السؤال الأول إذا كان هناك وسائط نقل عام نعم يوجد الخيار الثاني يوجد ولكن لا تناسبني خيار الثالث لا توجد لمسافة على الأقل 2 كيلو متر فتختار حسب الخيار الذي ينطبق على حالتك مثلا على الأقلب أنه توجد ولكن لا تناسب عملي إذا كنت تستخدم أكثر من باص وتحتاج أو كنت تعمل شفتات يعني بالليل فما في وسائل أحيانا وأحيانا في وسائل نقل هنا إذا كنت تستخدم السيارة في الوظيفة إذا كنت تستخدم السيارة في الوظيفة على الأقل 300 ميل خلال 150 يوم هنا إذا كنت تستخدمها 300 ميل أقل من 160 يوم ثم نضغط نسته هنا يطلب منك كتابة تاريخ وقت الخروج من العمل مثلا صباحا مثلا تخرج إذا كنت تستقل السيارة مثلا لكي يقوموا بمقارنة المسافة أو الوقت عندما تستخدم السيارة وعندما تستخدم الموصلات العامة ويجب أن يكون الوقت الذي تستخدم فيه السيارة أكثر أو تستطيع توفير ما يقل عن ساعتين مثلا تذهب إلى العمل الساعة الخامسة صباحا وتعود من العمل مثلا الساعة الرابعة على سبيل المثال مساء إذا كنت تستخدم وسائل النقل العام مثلا تضطر للخروج على سبيل المثال من الساعة الرابعة وتعود في الساعة مثلا السادسة مساء أو الخامسة مساء ثم هنا تكتب عدد أيام العمل في السنة عدد أيام العمل تحسب كل شهر كم يوم بشكل تقديري أو بإمكانك حسابة حسب الأشهر مثلا كل شهر يقارب إلى 21 يوم عمل أو 22 يوم عمل يعني ما يقارب إلى 240 يوم عمل في السنة وهنا تحسب ضرائب الازدحام إذا كنت تسافر مثلا إلى ستوكولم ويكون هناك ضرائب ازدحام ومصاريف ثانوية تكتب الرقم ثم تضغط رقناوت هذا هو المبلغ تقوم بكتابة هذا المبلغ في الدك لرخون في خانة ريسور فرون أوكتل يوبت تقوم بكتابة هذا المبلغ طبعا سوف يقومون باقتطاع 11 ألف كرون من المبلغ ثم يقومون باقتطاع الضرائب والمبلغ المتبقي يعود لك في الدك لرخون أتمنى أن يكون هذا الشرح سهل ومفيد لكم وأن ينال إعجابكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة